اهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل قلت لحضراتكم انه عيد وعي المصريين او يوم وعي المصريين بامتياز والحقيقة انا قلت انه هو يصلح انه عيد وانه ما اشبه اليوم بالبارحة لان النهاردة 6 اغسطس 2019 من 3 اربع سنين وفي مثل هذا اليوم كان فيه برنامج كده في التليفزيون جديد جميل كان اسمه فيه مثل هذا اليوم بيفكرنا بالاحداث التاريخية فيه مثل هذا اليوم 6 اغسطس كان افتتاح قناة السويس الجديدة وقناة السويس الجديدة بخلاف انها مجرى ملاحي تاني مهم بيضاف للمجرى التاريخي الرئيسي وانه هو زود عائدات القناة والفريق مهم ميش ايل انه عائدات القناة وشهدت يعني اقبال تاريخي وارتفاع تاريخي هذا الشهر قناة السويس الجديدة في حد ذاتها هي كمان رسالة ودليل على وعي المصريين الاكتتاب اللي عملوا المصريين في قناة السويس الجديدة والمليارات الكثيرة اللي جمعت فيه سبعة ايام او فيه ثمانية ايام علشان تقف مع الدولة في بناء هذا الشريان او في حفر وتشييد هذا الشريان الملاحي الكبير رسالة على انه مصر بس تنادي مصر بس تنادي تلاقي شعبها رغم كل اللي بيمر بيه هو الملبي وهو اللي يوقف في ظهرها وهو اللي بيبنيها وبيساعد 6 اغسطس ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة 6 اغسطس اكتتاب المصريين في تشييد واصلاح مبنى معهد الاورام اللي بيحصل ده انا في رأيي انه اكتتاب جديد على اصلاح وتشييد معنى مبنى معهد الاورام وهو رسالة في عين الارهاب انه زي ما قلتلكم انتو هتدمروا واحنا هنصلح انتو بتكسروا واحنا بنبني انتو بتسفكوا الدم واحنا بنتبرع بالدم شفتوا رسالة شفتوا جمال المصريين عايز اقول لكم ان الرسالة ما خانتش وقت كبير عشان تتبلور قلتلكم ان في ناس يعني مادرت في الذهاب ليلا اول امبارح لمعهد الاورام ومعهد ناصر والمستشفى المونيرة والاصر لعيني عشان يتبرعوا بالدم والصبح ساعة 8 صبح امبارح كان مهندسي ورجال وعمال وفاعلية ومؤولين شركة المقاولين العرب الشركة الوطنية المحترمة العملاقة واقفين على السقلات وبيشتغلوا وبيبنوا ودي المنظر بصوا اللقطة واقروا فيها حاجات كتير لا اللقطة اللي فاتتها اللي فاتت الاولي قبل الشغل اللي بادي والمهندسين على السقلات بص المهندسين وهما بيتجمعوا عشان يركبوا الاوتوبيسات عشان يروحوا يشتغلوا في المهمة المكلفة المكلفين بيها وهي تجديد المعهد واصلاحه تحس انها مظاهرة حب مظاهرة فرحة يعني الناس دي راحة شغل دي ناس قالوا لهم الصبح يلا اجهزوا هتروحوا على الحتة الفلانية تعملوا كذا بصوا الابتسامة اللي على الوشوش وبصوا التجميع بتاعت الناس وبصوا عالم شركة المقاولين العرب اللي هما بيفتخروا بانتماءهم ليه واحنا بنفتخر ان هذا الكيان موجود على ارض مصر وصنع في مصر ويدار الان بادي مصرية وادي صورة كمان لتجمع العمال والمهندسين وهم رفعين علامة النصر ورفعين راية المقاولين العرب قبل التوجه ثم بقى الصورة اللي عرضناها لكو دلوقتي وهي ذهبهم اهو الى معهد الاورام ونزولهم وبداية العمل امس صباحا امبارح الصبح يعني ما كملناش سبع تمن ساعات على الحدسة سبع تمن ساعات على الحدسة وكانت سواعد البناء بتمحوا سواعد الهدم والارهاب بتلغي اثرها هي دي مصر اللي مش فاهم التركيبة المصرية يفهمها من الصور دي اللي مش فاهم الجينات المصرية يعرفها من الحالة اللي موجودة عندنا امبارح حملات التبرع اللي حصلت وانا بشكر زملائي الاعلاميين اللي عملوا مجموعة كبيرة من المجهودات امبارح في جمع التبرعات سواء من الاشقاء العرب في الامارات العربية السعودية الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ونوجه لهم الشكر طبعا على مشاعرهم بس انا بقول لهم كمان انه يعني من سيبني معهد الاورام المصري هو اكتتاب المصريين هو اكتتاب المصريين كل جنيه تم التبرع به سواء من مواطن عادي او من رجل اعمال او من شركة او من قطاع خاص او من جمعية هو ده دليل او نشان او رمز او سك الوعي والانتماء للبلد انا بشكرهم شكرا جزيلا كل واحد اتبرع وفكر حتى اللي مش قادر مجرد هنا بقى مش زي طريق نور في الاعلان اللي كان بيقوله تعاطفك لوحده مش كفاية لا حتى اللي مش قادر انا بقوله تعاطفك كفاية كفانيتك ان انت كنت عايز ساعد بس مش قادر تساعد وانا مش هفتح زي زملائي كده تبرع على الهواء وما زادت على الهواء في التبرعات لا انا حدو حضراتكم بس ليه التبرع لانه انا في رأيي كمان انه الحسنة المخفية دي سرها باتع اكتر وثوابها اعلى وبتوصل اسرع فانا ارجو كل المصريين اللي قاعدين دلوقتي قدام التليفزيون وسمعيني انهم يعملوا حاجة من اتنين يأما يتوجهوا الصبح ان شاء الله الى البنك اللي هما حساباتهم فيه ويتبرعوا في حساب معهد الاورام اللي هو رقم 37777 في كل البنوك المصرية وفي البريد المصري كمان حساب 777 جميع البنوك المصرية والبريد المصري اللي عايز يروح يساعد اللي مش قادر ومعنده مشاغل ومش هيقدر نروح البنك او اللي معندوش حتى حساب في البنك يعمل زي ما انا هعمل دلوقتي يمسك التليفون كل واحد يمسك ايده في ايده اليمين بس عشان يبقى امسك كتابك بيمينك بيده اليمين ويفتح رسائل ويدوس رسالة جديدة ويقوم رقم الرسالة اللي هتبعت لها 9 7 9 7 ده العنوان اللي هتروح له الرسالة 9 7 7 7 محتوى الرسالة هتكتب ايه في الرسالة 3 سبعات 7 7 7 والدوس والدوس اهو اهو هل يا جماعة الرسالة هتروح اهو ندوس ارسال مبروك 5 جنيه وصلت من العبد الفقير الى الله تامر امين الى معهد الاورام حضراتكم اعملوا زي كده عشان عندي شغلة دلوقتي على الهوى اللي يقدر بقى يعمل مضاعفاتها كل 5 دقيق كده يبعت رسالة تبعت لك 50 جنيه تبعت لك 100 جنيه تبعت لك 500 جنيه طول ما انت قاعد احسن بكتير ما تقعد تلعب باب جي اسمعني مني والله على قال الباب جي بيأكل النت ده بيأكل السيئات الرسالة دي بتاكل السيئات من حسابك كده وتزيدك ثوابا وحسنات هو ده اكتتاب المصريين هو ده وعي المصريين وعلشان نكمل الصورة كاملة في بعض الدعوات موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي الحقوا اجروا اتبرعوا بالدم في نقص حاد في كميات الدم اللي موجودة سواء في معهد ناصر او مستشفى لاصر العيني او كده وفي المرضى المتحولين من المعهد الاورام محتاجين دمه وكده فطبعا اتبرعوا بالدم شيء ايجابي بس انا عايز اجيبلكم برضو المعلومات بحقيقتها